الدكتور علي الدباغ وزير الدولة والناطق باسم الحكومة العراقية سيد علي الدباغ بداية سمعنا ما قاله سيد طارق الهاشمي قلل من شأن مذكرة التوقيف وقال بأنه سيتعامل معها من خلال محامو الدفاع التابعون له بسم الله الرحمن الرحيم ستفدى مذكرات الانتر فول اللي يسموها الريد نوتس لا تأتي اعتباطا بل هناك معايير مشددة جدا الانتربول ليست صناعة المالكية أو صناعة جهة عراقية وإنما منظمة معروفة وجهة معروفة وبالتالي لا تقبل إلا أن تكون مذكرات القبض مستوفية كل المعايير القضائية والقانونية ونحن نتحدث عن جريمة حدثت بالعراق وفيها اسم سيد الهاشمي المطلوب للإجابة على أسئلة من القضاء وطلبه القضاء أن يمثل أمامه وكلف لجنة قضائية من تسع قضاءات كانت خمسة رفعت إلى تسعة من كبار قضاءات العراق المشهود لهم بالكفاهة والنزاهة وثلاثة قضاءات من كاركوك التي طلب السيد الهاشمي أن يكون المقاضات هناك في كاركوك القضاء طلب من السيد الهاشمي أن يحضر القضية الآن مع الأسف أن السيد أردوغان اختار أن يقف أمام الشرعة الدولية وبالتالي على تركيا وأردوغان مستقبلاً أن لا تطلب من الآخرين لأشخاص متهمين في الإرهاب النعام سأعود إلى موضوع أردوغان سيد علي الدبغ ولكن بداية هذه المذكرة جاءت بناء على طلب من الحكومة العراقية نظراً لحساسية هذه القضية وما تثيره في الداخل العراقي وانعكاساتها السياسية لماذا لم تنتظر الحكومة إلى أن يصدر الحكم النهائي بحق الهاشمي قبل أن تطلب من الانتربول سيدتي العزيزة القضاء العراقي طلب عدة مرات من السيد الهاشمي أن يحضر لأخذ إفادته وطلب استجوابه لأن هناك 150 قضية رفعت شكوى ضد السيد الهاشمي مباشرة ويجب أن يجيب على أسئلة القضاء رفض السيد الهاشمي المثول أمام القضاء والقضاء العراقي أصدر مذكرة جلب قسرية للسيد الهاشمي ولم يحضر وبالتالي أصبح مضطراً القضاء العراقي أن يخاطب من خلال وزارة الداخلية أن يخاطب الانتربول بمذكرة جلب لسيد الهاشمي مع كل الاحترام والتقدير لموقع نائب رئيس الجمهورية لكن هناك جريمة في العراق يجب أن يمثل السيد الهاشمي أمام القضاء مذكرة الانتربول أتصور تقطع كل شكوك قائمة والتي يطلقها السيد الهاشمي أو البعض الآخر يطلقها حول قضية السيد الهاشمي نعلم في العراق هناك الكثير من المشاكل لكن هذه القضية بالذات الآن تحت المجهر يلاحظها الجميع نريد للقضاء أن لا يؤثر فيه السياسيون لا سلباً ولا إيجاباً وأن تكون قضية السيد الهاشمي مراقبة من أعلى سلطة ومن أقل سلطة مراقبة من رئاسة الجمهورية من الحكومة وأن يكون هناك مقاضات مهنية حيادية عادلة لسيد الهاشمي لأن هذه القضية كما تذكر سيد علي الدباغ هي تحت المجهر اليوم لماذا تقوم الحكومة بإثارة هذه القضية ومما يصف مصلحة من يقول بأن هذه القضية قضية مسيسة وأنها خلفها بالتحديد المالكي سيدتي العزيزة 150 مواطن رفع شكوى ضد شخص ليكون الشخص نائب رئيس الجمهورية هذا ليس محصناً يجب أن يخضع للقضاء مثل المواطن العادي يخضع للقضاء يجب أن يخضع رئيس الجمهورية يخضع للقضاء رئيس الوزراء يجب أن يخضع للقضاء موقع لا يحصن وإذا كانت هناك اتهامات يجب أن يواجهها هذا البلد يجب أن يبنى بهذه الطريقة احترام وهيبة القانون وحق الآخرين هناك ضحايا 150 ضحية الآن مقدمين طلب الاستجواب وطلب محاكمة السيد الهاشمي لأن اسمه ورد في هذه التحقيقات عليه أن يجيب على هذه الأسئلة ويواجه هذا الموقف بالتأكيد ستوفر له كل الحماية القانونية كل الحماية الأمنية السيد رئيس الجمهورية مهتم بهذا الأمر الحكومة كلها أمام امتحان كل مدلس القضاء أمام امتحان في قضية السيد الهاشمي أن يكون محايداً ونزيهاً وأن لا يسمح بأي تسييس من يسييس هذه القضية هناك حقيقة الأمر هناك جريمة الجريمة ليس ما استمعها أشخاص السيد طارق الهاشمي سيد علي الدباغ والقائمة العراقية وفي ظل وضع عراقي معقد وتوازنات سياسية دقيقة يقولون بأن هذه القضية قضية مسيسة وبأن الاعترافات التي اتخذت بالإكراه وتحت التعذيب ألا تخشون من الإنعكاسات السياسية على الشارع العراقي الغير مستقل أصلاً من وراء إثارة هذه القضية بهذا الشكل بالتأكيد أنا لا أنكر أتفق معك سيدتي الوضع السياسي في العراق وضع فيه أزمة سياسية كبرى ولعل قضية السيدة الهاشمي فجرت تلك الأزمة السياسية في شهر ديسمبر الماضي لكن أيضاً مرة أخرى أقول من يمسك بزمام الأمر في العراق مسؤول أن يحفظ حق الضحايا هناك ضحايا كثيرون وبالنتيجة هناك هناك قتلة وهناك اغتيالات وهناك تفجيرات وهناك أشخاص موجودون وقائمة بالأشخاص الذين تم اغتيالهم وجاء اسم السيدة الهاشمي نتمنى على السيدة الهاشمي أن يواجه القضاء ويبرئ نفسه حتى ننتهي من هذا الأمر لكن من يسيس هذه القضية تعالوا نتفق على أننا نحصن القضاء من أي أثر سلبي أو إيجابي عليه حتى نضمن بأن يتمتع السيدة الهاشمي وهذا يمكن تحقيقه بسهولة بالذات بقضية السيدة الهاشمي هذا أمر كما قلت تحت المجهر وبالتالي كل أطراف الحكومة ملتزمة بأن توفر معايير نزيهة ومحايدة للسيدة الهاشمي وبالتالي تنتهي هذه الإجابات لأن هذا هروب من المسؤولية الحديث عن أنه تسيس القضية هذا هروب من المواجهة ولا نتمنى على سيدة الهاشمي أن يستمر بهذا المنه سيد علي الدباخ فيما تقول الحكومة بأن القضاء مستقل والقضاء نزيه يعني يبدو بأن أطراف سياسية أخرى وعلى رأسهم رئيس الجمهورية يعني لا يرون ذلك على بدليل أن طارق الهاشمي لا يزال نائبا للرئيس لا السيد الهاشمي لا يزال نائبا للرئيس بالتأكيد سيدتي التهمة لحد الآن السيد الهاشمي القضاء يقول كلمته الفصل لكن نزع صفة نائب رئيس الجمهوري هذا مجلس النواب يجب أن يقوم به لأنه هو أخذ الشرعية من مجلس النواب وبالتالي نزع صفة نائب رئيس الجمهورية لا يمكن التهمة أن تنزعها عنه وإنما مجلس النواب يجب أن يصوت بعدم الثقة عليه وهذا لم يتم لحد الآن السيد الهاشمي لا يزال نائب لرئيس الجمهورية لكنه متهم بهذه القضايا سيد علي على ماذا يؤشر ذلك ألا يؤشر أن هناك قوى سياسية في الداخل العراقي لا تعتبر أن هذه القضية في يد القضاء فقط بل تعتبر بأن لها أبعاد سياسية نعم لأن هناك تجاذب سياسي سيدتي الكريمة اليوم ذهبنا إلى كركوك فسرت للرحلة السياسية كل شيء الآن في العراق أي خطوة تفسر لأن هناك أزمة سياسية ليس تجاذبا فقط وهناك شيء معروف لا نستطيع أن ننكره وبالتالي فأي قضية الآن تخضع لهذا التجاذب السياسي ولا يتفق عليها خذي العلاقة مع أي دولة من دول الجوار غير متفق عليها هنا في العراق وبالتالي فأي قضية مطروحة الآن فيها تجاذب سياسي وبالتأكيد لأن السيد الهاشمي يمثل مكون مهم جدا وأيضا ينتمي لقائمة هي أكبر قائمة حازت بالانتخابات بالتأكيد هي تأخذ بعدا هذا البعد لكن لنرجعها إلى أصلها كقضية قضائية قانونية حتى ننزع عنها هذه التأثيرات كما قلت السلبية والإيجابية شكرا لك الدكتور دكتور علي الدباغ وزير الدولة والناطق باسم الحكومة العراقية